يأتي إبقاء وكالة فيتش العالمية على نظرتها المستقبلية لتصنيف دولة الكويت السيادي بتركيزها على حساسية التصنيف والمحركات الرئيسية والتي تشمل العديد من نقاط القوة والضعف عليكم التفاصيل النظرة المستقبلية المستقرة التي أكدت عليها وكالة فيتش للتصنيف الإتماني تجاه التصنيف الإتماني السيادي لدولة الكويت يأتي من خلال نقاط القوة الإتمانية الرئيسية في البلاد في الفترات السابقة فترة صعود النفط وفترة أن النفط وصل إلى أسعار قياسية في السوق حصل لميزانية الكويت خلينا نقول طبقة حماية أو طبقة عازلة لفترات الركود الاقتصادي بحيث أن هذه الطبقة العازلة التي تسمى بالفائض تكون مساند في فترات الشدة بعد فترات الرخاء ولكن مع الأسف الذي حصل في كورونا في 2020 والنزول الغير متوقع لأسعار النفط والجمود الاقتصادي وهذا أبعد وأقسم من موضوع الركود أثر على هذه المعادلة وأذاب هذا الطبقة الحماية للميزانية لذلك في الفترات السابقة خلال سنتين نزل التصنيف الإتماني يمكن أكثر من ثلاث مرات ولكن ولله الحمد من تقريبا سنة أو أقل بدأ التصنيف الإتماني يثبت بالكويت لأنه صار فيه ثبات في أسعار النفط دولة الكويت ستظل قادر على الوفاء بالتزامات خدمة الدين المحدودة في السنوات القادمة اعتمادا على الأصول الموجودة لديها الأمر المنشود لجميع الاقتصاديين والمختصين في الاقتصاد والأكاديميين منهم هو الابتعاد عن النفط ويكون هناك موارد بديلة للدولة وقد ما نقول إحنا بعيدا عن النفط مو شرط أن تكون هي بعيدا عن النفط بحيث أن الواحد يصدر منتجات أخرى بعيدة عن طابع الاقتصاد الموجود ولكن من النفط هناك منتجات بيتروكيماوية أساسية موجودة تعطيك دافع وتعطيك معنا لذلك النظرة المستقرة التي كانت في التقرير الأخير وتصنيف الكويت إن شاء الله نتطلع في المستقبل أن يكون هناك نظرة أفضل ونظرة إيجابية مش فقط مستقرة ويصعد تصنيف الكويت ويكون هناك حلول لأن ميزانية الدولة وموازنة العامة للدولة يكون لها مورد آخر ولو بشكل خجول في البدايات بعدين ممكن يكون مورد أساسي مع النفط الميزانية العامة في دولة الكويت تظل من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها وكالة فيتش للتصنيف الاتماني على الرغم من تقلبات أسعار النفط منذ عام 2014 نواف شراكي تنزل دولة الكويت